بنت دخلت مكان مرعب بالليل لوحدها والمكان ده مشهور بوجود التناطل والعفريت فيه فتخيل نهايتها هتكون عاملة ازاي جهز لقعدتك كده بقى وركز معايا وما تنساش الاكسبلور الكصة بتحكي عن بنت بترعى الاغنام والمواشي وفي يوم خدت البقرة بتاعتها علشان تاكل من الارض ورحت هي تحت شجرة تدير افزلها ولكن وهي قاعدة غلبها النوم ولما فتحت عينيها لقت الدنيا ليلة والبقرة مش موجودة وكان كل الناس اللي بترعى ساعتها واغدين بعضهم ومروحين البنت كانت هتتجنن وعملة تسألهم البقرة بتاعتها راحت فين ولكن كان الكل اللي جوابوا عليها ما نعرفش فدخلت البنت قدامهم للغابة بالليل علشان تدور عليها بنفسها والغابة دي مشهورة عندهم بوجود التناطل والعفريت فيها فالناس فضلوا يقول لها بلاش يا بنت تخش مكان زي ده بالليل ولكن هي ما سمعت لهمش ودخلت فضلت البنت تدور في الغابة لفترة طويلة وأول ما الدنيا بقت ظلمة جدا بدأت تسمع أصوات مرعبة وكانت بتشوف خيال لحد ضخم جدا بيتحرك حواليها شمال ويمين البنت كانت خايفة ومرعوبة وعايزة تطلع من الغابة بأي طريقة وفعلا كانت خلاص قربت تطلع منها ولكنها سمعت صوت البقرة بتاعتها في مكان قريب وكان في الوقت ده لسه في راعي غنم ما روحش وكان عمال يقول لها تعالي يا بنتي الصوت اللي انت سامع ده مش صوت البقرة بتاعتك في الوقت ده لقاها فرحانة وبتهلل وبتقوله هاي جاي هاي الراجل لما بص للمكان اللي البنت بتشاور عليه اتصدم من الرعب لأنه شاف كائن مرعب جدا بقارنين رايح يمتها وكان سحر عين البنت ومهيق لها ان هو البقرة بتاعتها وفيدل ماشي ناحية البنت بالراحة وأول ما وصل عندها مسكها أسامها نصين ودخل بها الغابة أنا عن نفسي بعتقد ان حكاوة طنطل دي أكتر حكاوة مرعبة سواء هي حقيقة أو لأ بس هي مسلية وكذا خلص